وقدموا استقالاتهم ما رجعوا نكن لهم كل تقدير واحترام وسبع استجوابات تم مناقشتها في جلسات علنية من كان يرفع لا للدستورية لا للتشريعية لا للسرية هذا حصل في الاستجوابات اللي موجودة في المجلس الحالي فكيف توعد أداة الاستجواب؟ لكن المشكلة الأمر سبير المشكلة المشكلة إذا صار فيه هناك إصرار على أن يقدم الاستجواب بشكل غير دستوري ولما حدث ليس سابقة أنا إذا تسمحين اللي بستعطيني وقت أنا أحضرت معاي كل الاستشادة طبعا كثير من السوابق أولا في استجواب الجري للدكتور عبد الرحمن العوضي في عام 1982 في جلسة عشرين احداش 82 تم رفع الاستجواب بعد ما حول العضو المحترم الفاضل سؤال عن أسماء المرضى رفض وزير الصحة أن يجاوب عليه حوله إلى استجواب رئيس وزير الصحة قال هذا غير دستوري صار في خطين الحكومة راحت مباشرة للمحكمة الدستورية وأخترت المجلس والمجلس راح للجهة التشريعية اللجهة التشريعية في المجلس قالت لا يحق له انتظروا إلى أن أتى حكم المحكمة الدستورية في عشرين احداش 82 ورفع هذا الاستجواب أو شطب ايضا استجواب باقر استجواب السيد العضو الفاضل نائب السابق سيد حسين القلاف باقر في 21-11-2001 رفع استجوابه من جدول الأعمال لعدم دستوريته ما حد استقال ما حد يعني يسوي اللي قاعد يصير الآن الاستناد على المحكمة الدستورية أنا بقول لش رأيي أحد الأعضاء في هذه في الجلسة لأنه يعني الشيء بالشيء يذكر في جلسة باغر أحد الأعضاء شي يقول يقول ليش الخوف هاي من المضبطة وإذا تبين تحطينها بالتلفزيون أنا يعني كلها بسلمت شيئا يقول ليش الخوف من المحكمة الدستورية حنا ما نتكلم وانتباهها أمام الناس بأن هناك استقلالية للغضاء خل الحكومة تروح لمحكمة دستورية ليش حنا نعتقد أن المحكمة الدستورية ممكن أن تقدم أو تعطي بعض التفسيرات اللي تخالف أو تسعى لتنقيح الدستور المحكمة الدستورية وقفت مع مجلس الأمة في حكمين من أهم الأحكام اللي سجلها واضح في هالمجلس المحكمة الدستورية مكنت هذا المجلس من أن يصل إلى بوابة البنك المركزي ولكن للأسف الشديد من رفض هذا الأمر هي الحكومة اللي سعت إلى حل مجلس الأمة اللي تأطيل مثل هذا الحكوم هذا الكلام كان في 21.11.2001 من وقال هذا الكلام؟ مسلم البراك يمجد ويشيد ويؤكد على المحكمة الدستورية هذا الكلام مضابط مو رأيي أنا أكلم المنصفين أنا ما أكلم أي واحد مبرمج أنا أكلم المنصفين اللي بينظرون للأمور بعين التجرد اللي يقول ليش ما أسعد إلى المنصة وقال غير دستوري رأيي كنائب ممكن أنا ممكن كنائب أقول أسعد المنصة وقول غير دستوري هذه أمنيتي هذه طموحاتي لكن إذا رجعنا إلى كل السوابق في استجواب شرار الرئيس الأسبق أحمد السعدون يأكد أن الاستجواب غير دستوري أو موجه لغير الوزير المعني يفترض أن يوجه إلى المالية لكن يقول له إذا وقفت على المنصة وقلت ما قلت في عدم دستورية الاستجواب ثم قبلت مناغشة أنا بالنسبة لي أنت أمامي كأنك وزير المالية يعني إذا صعدت الاستجواب أعطيت صفة الدستورية هذا الرئيس أحمد السعدون نعم الرئيس أحمد السعدون في استجواب النيباري نعم هذا أكثر من سابقة هذا يعني أيضا من يقول صور لنا وكأنها السابقة الأولى تحين ذكرت أكثر من سابقة لا أنا سوابق على عدة الأمور اللي يقول المجلس مو سيد قراراته بذكر أيضا سوابغ لكن فيما يتعلق بحكم الدستورية وتنجيد هذه الأحكام ووجوب تطبيقها أيضا في يناير 1997 تثبيت حكم المحكمة الدستورية فيما يخص في حكومها في موضوع الرئاسة لمصار الخلافة على الورقة البيضة نعم في مجلس 96 ثبت الرئيس الأسبق أحمد السعدون حكم المحكمة الدستورية ولا أعطى حتى فرصة لنقاشه قال أخذ موافقة من المجلس بناء على طلب الأخ وزير العدل بالاكتفاء وفقا للسوابق الماضية بتثبيت قرار المحكمة بالإضافة إليه طلب التفسير وجميع المرفقات حتى تكون الصورة واضحة يعني تمجيد لحكم المحكمة الدستورية ليش الحين حكم المحكمة الدستورية ما يكون منزم؟ أيضا بعد في حالات أخرى؟ في حالات كثيرة تثبت أيضا بأن المجلس سيد قراراته أنا أقول المجلس سيد قراراته فيما لا يخالف الدستور واللائحة خل أحد يعطيني نص بالدستور أو باللائحة يفيد بأن الأجراء اللي تخذ المجلس مخالف في هالمجلس مو سيد قراراته وفي المجالس السابقة سيد قراراته في استجواب رحمة الله عليه الشيخ سعود الناصر بتاريخ 18-2-1998 وافق السعدون على حق الوزير بطلب التأجيل على أن نلحق طلب التأجيل إلى نهاية العنعقاد أن هذا حق وبعدين المجلس بسير سيد قراراته في أيضا يعني سابقة أقوى في قانون المديونيات في 31-8-1993 قانون المديونيات الصعبة تم التصويت على القانون ورفض والمراحل الثلاثة المبدأ المداولة الأولى المداولة الثانية إذا سقطت أي من هذه المراحل خلط تسقط ما تليها من المراحل ويقدم في دور الإنعقاد البعدة أو إذا كان مشروع حكومة يقدم في نفس دور الإنعقاد رفض ورفعت الجلسة وصار في تداول ودخل أحد الأخوة النواب الأفاضل وتم إعادة التصويت على قانون سبق التصويت عليه لحظة لحظة يعني أما صوتوا وخلصوا صوتوا على القانون صغت وردوا وسقط صغت وردوا بس هذا يحق لهم بالقانون يفترض يفترض أنا بمفهومي على غير القاصر بأنه ما يجوز في صفحة 476 من المضبطة بالسيد الفاضل رئيس الأسبق كذلك الوقت هذا أي قانون؟ أي قانون؟ يقول إعادة التصويت بيد المجلس وهو سيد قراراته شنو يعني المجال السنوية قانون المديونيات قانون المديونيات مو قانون مو قانون الفغارة المساكين مو قانون هذا على رئاسة سيد أحمد السعدون؟ نعم برئاسة الرئيس الأسبق ردوا صوتوا على قانون مرفوض أصلا عشان المديونيات رفض وتم التصويت عليه وتم إعادة التصويت وحكم الرئيس بهذا الأمر من جواز إعادة التصويت أو عدمه بأن المجلس سيد قراراته فشون المجلس يصير سيد قراراته يقدر يأجل استجواباته إلى ما لا نهاية ويقدر أن يعيد تصويت على قانون وقانون قتلش على قانون يقولون هذا مجلس تجار هذا مجلس طلع حماية المستحلك من التجار هذاك المجلس اللي طلع قانون المديونيات اللي أبي أوصله بس أبي أبي أتأكد من الشغلة الحين كل هذه السوابق هذه اللي يبتهوا بالأدلة والوثائق هذه اللي تكلمت عنها ليش يقولون عن اللي صار أنه سابقة مع أنه في أكثر من سابقة القضية مش سابقة القضية مش قضية استجواب يا أخ سميرة ولا قضية شطاء بحطيت شيء قريب في بداية الفصل التشريعي تقدم أحد الأخوة الأعضاء الأفاضل باستجواب وشطب محورين لأنه غير دستوري ما هكو استقالة ولا في أي أمر من هذه الأمور من يقول من يقول ولهم وجاها بحسن نية يقول زين يا جماعة على أقل كون وديتوا التشريعية ولكن وديتوا المحكمة الدستورية ولكن تاخدتوا أي من هذه الأدوات أقول لهم أقسم بالله وين ما تروح بيسوون نفس الشيء هذا مخطط مرتب خالص العذر أي أمر بتسويه هو يعني بيأخذ كعذر إن راح المجلس التشريعية بيصير لا للتشريعية ولا للدستورية ولا للسرية وهذه لا آت ولا لا من هاللا آت ينطبق على الأجماء بطلق لا من التجوري بعد القضية اللي بوصلتش يا ميرا فيه نقطة مهمة حكم محكمة الدستورية موجود فلا يستدعي أن تذهب للمحكمة الدستورية مرة أخرى للمحكمة الدستورية بتقول لك أنت ما تعرف تقرأ لغة العربية أنا دازت لك حكم أو قرار رقم عشرة لسنة 2011 واضحة في مسؤولية رئيس الوزراء ومسؤولية الوزراء فالأمر واضح في أيضا إذا تسمحين لي أسأل لأن هناك الكثير من التساؤلات ومشروعة في ظل الوضع اللي قاعد يصير ومحاولة تضليل الناس في تساؤلات مشروعة في من يقول طيب عضاء المجلس شنو كلهم خبرى دستوريين يقدرون يحكمون على دستورية الاستجواب من عدمه أنا أقول لهم لا أعضاء المجلس مو خبرى دستوريين وأعضاء المجلس مو كلهم أطبة وأعضاء المجلس مو كلهم مهندسين وأعضاء المجلس مو كلهم محامين ولا كلهم اقتصاديين لكن يصوتون على القانون لخص الاقتصاد ويصوتون على القانون لخص المحامات ويصوتون على القوانين التي تتخص مجالات متخصصة أخرى ويصوتون على الأمور القانونية والدستورية الآن الآلية اللي بيتبعونها هم أحرار فيها ممكن يلجأون إلى لجنة متخصصة ممكن يلجأون إلى محكمة متخصصة ممكن يلجأون إلى خبراء دستوريين